تنظم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أكتوبر الجاري بالعاصمة النسخة التاسعة للمؤتمر السنوي أفريقيا كايزن الفين واربع وعشرين وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للتعاون الياباني ومنظمة التنمية الاتحاد الأفريقي بمشاركة حوالي 155 مشاركاً يتوزعون بين 85 مشاركاً تونسياً و70 مشاركاً أجنبياً من 23 دولة تحت شعار دور كايزن في تعزيز التحولات الرقمية المبتكرة والتنمية الاقتصادية ميزومة التكنزن هي تتمكن المؤسسات الصناعية بيش تحسن الانتاجية متاحة وبيش تحسن الجودة متاع المنتجات متاحة وبيش تحسن النتائج متاحة عندها فوق من 90 خبير تم تكوينهم في تونس وفي اليابان بيش تكون عندهم المعارف تمكينهم المعارف ذات جودة عالية وعندهم شهدة أنهم عندها أساذة في التكوين ويكونوا في المستوى الوطني ويكونوا في المستوى الدولي هذا وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم وطاقة أن تونس تعمل على تعزيز البعد الأفريقي باعتباره أولوية وطنية وباعتبار أن آسيا وتحديداً اليابان تعولوا على دورها المحورية وجعلها بلداً مرجعياً في هذا المجال على المستوى الأفريقي اليوم أفريقيا تستحقل أكثر اندماج البعد الأفريقي أولوية وطنية والجنب الياباني هو بيدو معندها يخدم على وجوده في المستوى الأفريقي التكامل مع وجهات النظارة مع اليابان وتونس تخلينا نجمه نخدمه على أكثر اندماج في السوق الأفريقي الهدف هو أن أفريقيا تنمو تزدهر الاستقرار متع أفريقيا مهم للعالم أجمع كما سيتم في اليوم الثاني تتويج المؤسسات الفائزة في مسابقة كايزون أفريقيا لهذه الدورة ولتذكير فأن كايزون هي كلمة يابانية تعني في الأصل التحسين وهي فلسفة إدارية ودراية فنية تهدف إلى تحسين الجودة والإنتاجية من خلال إجراءات التحسين المستمر وقد تم تطويرها وتنفيذها بشكل رئيسي في شركات الصناعات اليابانية واعتمدت كايزون في قطاعات مختلفة بما في ذلك المستشفيات والقطاع العامة تعاد تونس من دول رايدة إفريقيا في الاستجابة للمواصفات العالمية الخاصة بالجودة في نشر مفهوم كايزون على الصعيد الداخلي والخارجي ويأتي اختيار تونس لهذه الدورة لمدى تقدمها في هذه التجربة وتميزها خاصة في القطاع الصناعي يونس فرادي اليوم تونس